ميدانياً قتل 17 عنصراً من ميليشيا الحوثي الإنقلابية وأصيب وأسر آخرون في هجوم شنته المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء وأكد مصدر في القوات الشرعية أنها تمكنت من تحرير عدة مواقع من قبضة الميليشيات لافتاً إلى أن دعمهم لرجال المقاومة مكنهم من التقدم وقطع خطوط إمداد الميليشيات الإيرانية تقدم ميداني جديد حققته قوات الجيش اليمني في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء وسط البلاد بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الحوثية الإنقلابية أدت إلى تحرير مواقع هامة من قبضة الميليشيات الإيرانية ونقل عن مصدر عسكري أن المعارك أسفرت عن مقتل تسعة من ميليشيات الحوثي بينهم قيادات ميدانية إضافة إلى سقوط عدد من الجرحة كما استعادت قوات الجيش مجموعة من الأسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة وفي ذات السياق لقي 17 مسلحا حوثيا مصرعهم وأصيب وأسر آخرون في هجوم واسع شنته المقاومة الشعبية على مواقعهم في بلاد قيفة بمديرية القريشية بالبيضاء وأفاد مصدر ميداني أن المقاومة الشعبية تمكنت خلال الهجوم من تحرير مواقع استراتيجية لافتا إلى أن رجال المقاومة الشعبية يواصلون تقدمهم بعد أن تمكنوا من قطع خطوط إمداد الميليشيات الإنقلابية وذكر المركز الإعلامي لمقاومة البيضاء أن تحرير هذه المواقع الاستراتيجية يخفف الحصار الذي تفرضه ميليشي الحوثي على المنطقة التي رفضت الخضوع لسلطتهم منذ ثلاثة أعوام وكذلك استهدافها عشوائيا من هذه المواقع وتواجه ميليشي الحوثي مقاومة شعبية مستمرة في محافظة البيضاء منذ انقلابها على السلطة الشرعية ويتزامن هذا الهجوم الواسع للمقاومة مع تقدم مماثل للجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي في مديرية الملاجم ثالث مديريات البيضاء في إطار عملية عسكرية شاملة لاستكمال تحرير المحافظة